تم استحداث أمور أخرى تتعلق بالمخدرات وأنواعها وطريقة نقلها؟ نتيجة للضغط لتمارس الدولة حالياً؟ نعم طبعاً هناك تستخدم هذه العصابات عدة أساليب وطرق لتهريب هذه المواد حقاً تستغل عدم امتلاك المديرية العامة أجهزة حديثة للكشف عن المواد المخدرة عن حتمادنا على المعلومة الاستخباراتية والمعلومة التي يقدمها المواطن عن طريق الاتصال بالخط الساخن نمتلك أجهزة للفحص الأولي للكشف عن المواد المخدرة ولكن كأجهزة حديثة للكشف عن المخدرات لذات التهريبها في العجلات وفي الشاحنات هناك عدة أساليب تستخدمها هذه العصابات حقاً لا نمتلك عندنا مفارزنا من الكينان ولكن تكون في المنافذ الرسمية فنحتاج إلى دعم للمديرية العامة كأجهزة حديثة ولكن كوزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات لرفع مستوى وداء المديرية العامة في محاربة هذه الجريمة منها ومن أهمها هي رفع مستوى أقسام شؤون المخدرات والمؤثلات العقلية في كافة المحافظات إلى مديريات وربطها إدارياً وفنياً بالمديرية العامة بعد أن كانت ترتبط إدارياً بقيادات الشرطة ربطها بوكرت السخبارات والتحقيقات الاتحادية هناك توفير دعم مادي للمديرية العامة من خلال تقسيص مليار دينار شهرياً لغرض إنشاء مستشفيات أو مراكز لإيواء واستيعاب المتعاطين وتم تشكيل لجان بهذا الخصوص وتم فحص الآلاف من هؤلاء المتعاطين من خلال تشكيل لجان لفحص جراء الفحص العشوائي لضباط ومنتسبية وزارة الداخلية حتى مفحص أكثر من 16 ألف ضابط ومنتسب